وإلى بغداد وملفاتها الكثيرة يتوقع سياسيون انشقاقات جديدة في الكتل السنية رتيجة الاختلاف على رئاسة البرلمان من ناحية والاستحقاق الانتخابي في المحافظة مؤكدين أن انسحب النائب أحمد الجبوري من تحلف الحسم لن يكون الأخير في نينواء على وجه الخصوص وأشاروا إلى أن تشكيل كتلة الأصالة من نواب في احتحالف السيادة والعزم كان انذارا مبكرا لم يتم احتوائه مبكرا ما سمح بنوع جديد من الضغوط التي قد تجبر حزب تقدم على سيناريو الأمر الواقع وتسمية رئيس من خارج أسواره التقليدية